رعاية إيرانية للإرهاب ودعم إماراتي للتشضي اتهام آت من اليمن في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن حلم اليمنيين بدولة المواطنة المتساوية اغتيل من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعملية السعادة الشرعية تلقى ضربة قاسية من ميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات هذا البلد الذي أثكلته جراحه بسبب حرب فرضت عليه من قبل ميليشيات مسلحة عقائدية تمتهن التعذيب والإقصاء والقتل كأداة للوصول لمآربها قدم الحضرمي خلال كلمته في الجمعية الأممية شرحا موجزا للأثار الكارثية التي خلفتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية فقد دمرت كل ما هو جميل في اليمن واصفا إياها بالميليشيا العقائدية التي تعتقد بالحق الإلهي في الحكم قام ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم ماليا وعسكريا ولجستيا من دولة الإمارات العربية المتحدة قام بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن بعد تحرير عدن بذلت الحكومة جهدا في تحسين الوضع في المناطق المحررة إلا أن الإمارات وفق كلمة وزير الخارجية انحرفت عن أهداف التحالف حيث قدمت دعما ماليا ولجستيا وعسكريا لتمرد المجلس الانتقالي في عدن الذي استهدف بقوة السلاح الشرعية الدستورية والهوية اليمنية غير أن جيشنا وللأسف تعرض لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي ضربات عسكرية من الطيران الإماراتي الحضرم من على منصة الأمم المتحدة وجه اتهام للإمارات بتوجيه ضربات عسكرية ضد القوات المسلحة اليمنية حيث استغلت وجودها في إطار التحالف معتبرا ذلك حرافا صريحا عن أهداف تحالف دعم الشرعية لم تكن كلمة وزير الخارجية بحجم المتوقع منها شعبيا حيث اكتفت بحسب مراقبين بوصف ما جرى في عدن لكنها لم تطالب المجتمع الدولي بإجراءات عملية ضد الإمارات ولم تتطرق إلى المطلب الشعبي بطردها من عضوية التحالف وهو ما يعني أن الشرعية لم تستطع بعد الخروج عن النص السعودي المرسوم لها ما يجعلها رهينة الوصاية السعودية رغم أن وزير الخارجية الحضرمي ردد من على منصة الأمم المتحدة ترنيمة النشيد الوطني لن ترى الدنيا على أرض وصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر